بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة نستكمل اليوم معكم في مصاق سيكولوجية الشخصية كنا قد تحدثنا بالأمس حول بناء وديناميات فيما يتعلق بالشخصية وكنا قد توقفنا عن دينامية الشخصية وكنا أنها تشير إلى مجموعة من العمليات الوظيفية المستمرة والتي تقوم بها الأجزاء الداخلية في داخل شخصية هذا الفرد وكيف تتفاعل وتتغير حسب المواقف التي يتعرض لها الإنسان داخل البيت وخارج البيت اليوم نستكمل حول أهداف نظريات الشخصية كنا قد تحدثنا بالأمس أيضا أن هناك عدة نظريات تحدثت عن الشخصية وكل منها لها فلسفاتها وكل منها لها منطلقاتها وافتراضاتها اليوم سيتم التركيز الآن حول أهداف نظريات الشخصية واحد فهم الإنسان لسلوكه وسلوك الآخرين مهم جدا أي نظرية من النظريات اللي إحنا راح نقدمها أو نستفيد منها مهم جدا أنها تفيد الإنسان نفسه أنه كيف يفهم الإنسان سلوكه سلوكه الداخلي والخارجي وهذا بأهله لأنه يفهم سلوك الآخرين وبالتالي هنا في هدف لهذه النظريات السعي من أجل مساعدة الأفراد على فهم أنفسهم ومن ثم مساعدتهم على فهم الآخرين وهذا الأساس اللي بتقوم عليه الصحة النفسية إنه مهم جدا للإنسان أن يكون فاهما لنفسه فاهما ومتفاعلا أيضا مع الآخرين وهنا المقصود بفهم السلوك السوي السلوك اللي بينتج عنه حالة من الإطمئنان وحالة من الرضا وحالة أيضا من التقبل لدى الآخرين أيضا إمكانية التنبؤ بالسلوك البشري مهم جدا أنه إحنا النظرية اللي بدنا نقرأ عنها فيما يتعلق بالشخصية إنها بتفيدني بالتنبؤ بالسلوك البشري قبل حدوثه والمقصود هنا التنبؤ بمعنى بناء على المواقف اللي بتحيط بالفرد بناء على المشكلات أو الأزمات اللي ممكن يتواجهه فقد نتنبأ بهذا السلوك البشري وهنا التنبؤ لا يعني الدخول في علم الغيب وإنما التنبؤ بناء على معطيات أمامنا معطيات من خلال مواقف حياتية داخل البيت وخارجه أيضا ومن خلال مواقف التعامل اليومي نتكلم على الصعيد الدراسي أو أصائد العمل وبالتالي راح تفيدنا في إمكانية التنبؤ بهذا السلوك قبل حدوثه بمعنى كمثال أن الطفل أو المراهق اللي هو صديق له صديق منحرف صديق غير ملتزم دينيا أو اجتماعيا فممكن أن نقول إذا بقت هذه العلاقة والصداقة المرتبطة بينهما سيؤدي إلى انحراف مستقبلا إن لم يكن هناك متابعة من داخل البيت أيضا وإمكانية احتمال حدوثه يعني التنبؤ بإمكانية احتمال حدوثه مما يسمح لنا كأخصيين وكمرشدين نفسيين بتعديل هذا السلوك أو إعادة تشكيله وهذا اللي احنا بنقول إنه الشخصية الإنسانية هي شخصية مرنة قابلة للتعديل والتغيير وبالتالي هنا بيصير عملية إنه إحنا بإمكاننا إنه نساعد الأفراد اللي لديهم سلوكيات غير سوية سلوكيات مضطربة في العلاج النفسي حينما نقدم المشكلة للمرضى فبكون هدف المعالج النفسي هو مساعدة المريض وتعديل سلوكياته أيضا في مجال الإرشاد النفسي الأطفال أو المراهقين اللي عندهم مشكلات وأثرت على بناء شخصياتهم فنسعى أيضا من خلاله إلى تعديل سلوكهم وإعادة تشكيله الآن إذا كان هذا السلوك سلوك يتنافى مع القيمة الدينية والوطنية أو الاجتماعية مطلوب مننا إنه نعيد تشكيل السلوك كمثال الطفل اللي بيسرق الطفل اللي بيكذب يحتاج مننا إنه إحنا نعمل على إعادة تشكيل سلوكياته بناء على الخدمة النفسية اللي إحنا بنقدمها أيضا من ضمن الأهداف اللي بتصعى إلها نظريات الشخصية السيطرة على السلوك من أجل أن يعيش الإنسان في سعادة السيطرة هنا على السلوك ناتجة من نمو ما يسمى بالضبط الذاتي لدى الفرد وبالتالي أمامنا في المواقف الحياتية مواقف قد تؤدي بالإنسان إلى الانحراف أو إلى عدم السواء عند أخذه أو قيامه بهذا السلوك وبالتالي أنا النظريات بتعلمنا أنه كيف يمكن لنا أن نساعد هذا الفرد على أن يعيش حياة سعيدة من خلال سيطرته على سلوكه والمثال على ذلك في شهر رمضان المبارك نقوم بالصوم والطعام أمامنا والغرائز أمامنا ولكننا نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى لأن هذا الالتزام هو السلوك السوي وبالتالي يجنبنا الانحراف ويجنبنا عدم السواء وبالتالي مهم جدا أن نجعل هذا الإنسان هو المسيطر على سلوكه ومن ثم يؤدي إلى السيطرة على جوانب حياته وبالتالي بينتج عنها حالة من السواء لدى الفرد يقبى هناك رزمة من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال نظريات الشخصية فهم السلوك الإنساني للإنسان نفسه وللآخرين إمكانية التنبؤ بالسلوك البشري قبل احتمالية حدوثه أيضا السيطرة على السلوك من أجل أن يعيش هذا الإنسان في سعادة وتجنب الانحرافات التي تؤدي إلى عدم السواء يقبل واضح أن هناك ستكون لدينا مجموعة من النظريات التي سنتطرق لإلها هذه النظريات لها أهداف بنسعى من خلالها إحنا كمرشدين نفسيين أو كأخصائيين نفسيين لتوظيفها في حياتنا أولا على المستوى الشخصي لإلي أنا كمرشد ثم على المستوى المهني اللي أنا بقدم الخدمة لطالب المساعدة اللي إحنا بنقدمها للمسترشدين وظائف نظريات الشخصية كل نظرية لها وظيفة أهم وظائفها النظريات بشكل عام هي العمل على وصف الشخصية الآن إحنا نتحدث ونركز على النظريات اللي خاصة بالشخصية فمعنى ذلك أن النظريات هنا تساعدنا على وصف الشخصية كنظام والنظام هذا يوصف بأنه دينامي دينامي في استمرارية وأنه بناء يحتوي على أجزاء لكننا حينما نتحدث هنا نتحدث عن الشخصية ككل متكامل دون تجزئتها والتجزئة هنا من أجل المعرفة العلمية وميكانزمات بيستخدم الإنسان ميكانزماتي بحياته هذه الميكانزمات بتساعده على التحقيق التوافق والتكيف زي ميكانزمات التبرير والإسقاط أيضا وعمليات تعمل جميعا بشكل منفصل عمليات شعورية أو لا شعورية أو متصل داخل الإطار العام للشخصية يجب أهم وظيفة من وظائف الشخصية بشكل عام أنها توصف لنا الشخصية وتوصف لنا الشخصية كنظام أو بناء بيحتوي على أجزاء وميكانزمات وعمليات متصلة أو منفصلة ما العوامل المؤثرة في الشخصية؟ ما العوامل التي تؤثر في بناء الشخصية؟ الإنسان يولد وحينما نستقبل هذا المولود نستقبله كجسم طفل وروح والآن يقول علماء الشخصية بأن هنا ستبدأ عملية بناء شخصيته وإظهارها للآخرين ولكن لا بد من هنا إلى الوقوف على العوامل المؤثرة المؤثرة في الشخصية أولا العوامل التكوينية والعوامل التكوينية هي اللي بتساهم وتؤثر في الشخصية وتنقسم إلى مؤثرات وراثية نرثها من الآباء والأجداد ومؤثرات بيولوجية خاصة بالأجهزة الفيسيولوجية داخل جسم الإنسان المؤثرات الوراثية وهي تؤثر في بناء الشخصية يؤثر الاستعداد الوراثي على اختلاف استجابة الإنسان لكثير من المواد الكيميائية والعقاقير العقاقير اللي بتناولها وخاصة في فترة أيضا الحمل للأم الحامل والعوامل البيئية على احتمال إصابة الفرد بأحد الأمراض الوراثية والتشوهات التكوينية أو السمات ذات الطابع المميز مثل نزيف الدم الوراثي أو مرض السكر أو التخلف الذهني يكبهون في عمليات وراثية هذا الاستعداد الوراثي هو على اختلاف استجابة الإنسان له من مواد كيميائية خلال فترة الحمل وعقاقير وعوامل البيئية فذلك يؤدي إلى الاستعدادات الوراثية لانتقال الأمراض مثل نزيف الدم الوراثي مرض السكر التخلف الذهني اللي خاص ب اللي هو الخلايا العقلية أيضا وسمات أخرى مميزة للشخصية لها علاقة بالعوامل الوراثية مثل لون البشرة هذا أسود هذا جنجي والطول والقصر هذا طويل وهذا قصير أنا بأرث هذه السمات من خلال الاستعدادات الوراثية من الآباء والأجداد والأجيال السابقة في القرابة أيضا والصلع عند الرجال يكبه هاي عوامل الوراثية تؤثر في بناء الشخصية وأول تأثير من خلال الاستعدادات الوراثية هناك العوامل البيولوجية قلنا في عوامل وراثية بيولد الإنسان مزود إيه بها نتيجة الاستعداد الوراثي لنقل هذه الأمراض أو هذه التشابهات من الآباء والأجداد الآن العوامل البيولوجية المؤثرة أيضا في بناء الشخصية تؤثر أول عوامل بيولوجية هو الجهاز العصبي وهذا الجهاز المنتشر في جميع أنحاء جسم الإنسان وهو الجهاز المهيمن المهيمن على جميع أعضاء جسم الإنسان وله دور ريادي دور مركزي لا نستطيع أن نستمر في حياتنا بدونه أيضا تؤثر هرمونات الغدد الصماء بوجه خاص على السلوك وعلى التكيف زيادة الهرمون أو نقص الهرمون يؤثر على هذا الشخص أيضا تؤدي كثرة إفراز هرمون الغدد الدرقية إلى كثرة الحركة والشعور بالتهيج والأرق وهنا بدنا نقف عند حركات يقوم بها الأطفال يمينا ويسارا أحيانا بمعنى كثرة الحركة ونبحث عن الأسباب الخارجية فنجد أن الأمور على ما يرام وأن الطفل يقوم بهذه الحركات فتكون هنا حسب علماء نفس الفيسيولوجي أن هناك إفراز هرمون الغدد الدرقية يؤدي إلى الحركة والشعور والتهيج والأرق عند الإنسان إن كان طفل أو مراهق أو حتى راشد وفي حالة نقص إفراز الهرمون وقلته فإنه يؤدي إلى سهولة الشعور بالتعب والإرهاق وإلى كثرة النوم يقبى واضح الآن أن العوامل البيولوجية ابتشمل أجهزة فيسيولوجية داخل جسم الإنسان من جهاز عصبي إرادة ولا إرادة من هرمونات للغدد الصماء والغدد الدرقية وأن الزيادة أو النقصان في الإفراز الهرموني يؤدي إلى مشكلات سلوكية تؤثر أيضا على بناء الشخصية أيضا البنكرياس نتحدث عن العوامل البيولوجية أيضا يقوم البنكرياس بالعادة بإفراز الإنسولين لينظم مقدار السكر في الدم ونحن الآن نعيش في وقت الإصابة بالسكر منتشرة فذلك يؤثر على بناء شخصية الفرد مما يجعل هذا الفرد عرضة للمشكلات الصحية ويؤثر على البنية النفسية لديه وبالتالي البنكرياس يقوم بإفراز الأنسولين لينظم مقدار السكر في الدم مما يؤدي إلى صحب السكر الزائد في الدم في سكر زيادة في دم الإنسان فبيقوم البنكرياس بصحبه ويخرج به أو تحويله إلى الكبد ويقوم الكبد بتخزينه في حالة زيادة نسبة السكر في الدم عن المستوى المناسب له وهذا العمل اللي بيقوم فيه الكبد لتخزين نسبة السكر حتى يوزعها على الجسم في الوقت المناسب حتى تحدث حالة من الاتزان لدى الإنسان وفي حالة نقص السكر فإن ذلك يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على التفكير في المريض السكر لما بينقص عنده السكر قد يؤدي إلى الغيبوب قد يؤدي إلى التشنجات بشكل أيضا يؤثر على التفكير لو رحنا نتحاور معاه رح نجد أن هذا الإنسان في حالة نقص السكر يكون في حالة غير متزنة غير غير سوية سوية من الناحية الصحية لأن نقص السكر أدى إلى حالة من الارتباك لدى هذا الفرد وعلى عمليات التكيف اللي هو بده يتكيف فيها مع نفسه ومع الآخرين فنجده في حالة من القلق في حالة من التوتر في حالة من عدم الانسجام حول ما يحيط إبو أيضا نجد سريع الاستثارة مع الآخرين إن كان داخل البيت أو خارجه فهذا يؤثر على عمليات التكيف لديه ونجده دائما في حالة من الانستنفار النفسي في تعامل مع نفسه أيضا ومع الآخرين يقبل الآن البنكرياس وما يقوم به من إفراز الأنسولين لتنظيم السكر في الدم وتحويله في حالة الزيادة إلى الكبد لتخزينه وفي حالة النقصان نجد أن هناك تأثير سلبي طبعا من الناحية الصحية عليه أيضا ومن الناحية التفكير لدى الفرد ونجده في حالة من التوتر والقلق والخوف والاستثارة الانفعالية الزائدة عن اللازم وهنا لابد من توضيح وظيفة البنكرياس يعمل البنكرياس على إفراز كميات مناسبة من الأنسولين هذه الوظيفة الأساسية وهنا تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه الأجهزة الفيسيولوجية التي وضعها في جسم الإنسان لإحداث حالة الاتزان الداخلي وهذا الاتزان الداخلي تحتاج الشخصية لأن وجود اضطرابات داخلية في هذه الأجهزة سيؤثر على شخصية الإنسان ونحن المرة الماضية تحدثنا مهم جدا أن يكون هناك انسجام داخلي وخارجي هذا الانسجام الذي هو الداخلي الذي خاص بالأجهزة الفيسيولوجية والذي أنا من خلال وظيفة البنكرياس نجد أنه يعمل على إفراز كميات مناسبة من الأنسلين هذه الأنسلين للمحافظة وهنا نؤكد للمحافظة على تزويد نسبة السكر في الدم وعدم ارتفاعها لأنه الإنسان هنا بحاجة إلى سكر حتى مريض السكر هو بحاجة إلى سكريات لأنه جسمه بيطلب توليد طاقة حرارية وبالتالي حتى مريض السكر نجد أن الأطباء في لحظة بيقولوا لا لازم هو يتناول سكريات حتى يستطيع أنه هو الأجهزة هذه الداخلية تعمل على طريقة إحداث التوازن الداخلي يكبه وظيفة البنكرياس الأساسية هي إفراز كمية مناسبة من الأنسلين للمحافظة على تزويد نسبة السكر في الدم وعدم ارتفاعها لأنه نسبة السكر في حالة الارتفاع تؤثر على المريض السكر بتأثير صحي وتأثير نفسي وفي حالة الانخفاض نفس الشيء فالآن نحن بحاجة إلى إحداث حالة التوازن فالإفرازات البنكرياس تساهم على إحداث هذا التوازن المناسب اللي أنا بحتاجه لهذا الإنسان لأنني أبحث هنا عن حالة الاتزان الداخلي وعمل هذه الأجهزة الفيسيولوجية اللي من ضمنها البنكرياس على تحقيق الاتزان الخاص فيما يتعلق بالسكر أيضا مظيفة البنكرياس هنا المحافظة على تزويد أنسجة الجسم بما يلزمها من مواد سكرية جميع أنسجة الجسم هنا تحتاج إلى مواد سكرية فيقوم البنكرياس بالمحافظة أي بمعنى تزويد هذه الأنسجة في الوقت المناسب إلها وبالكمية المناسبة وذلك لتوليد طاقة حرارية وبنشوف في فصل الشتاء نحتاج لتناول الحلويات لأنها تعطينا طاقة حرارية لتأدية مختلف أنواع الأنشطة التي يقوم فيها الإنسان يقب البنكرياس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى تحدث حالة من الاتزان الداخلي في شخصية الفرد ونحن كما تحدث قبل قليل نحن بحاجة الشخصية بحاجة إلى اتزان الداخلي وخارجي أي أن العوامل الداخلية والعوامل الخارجية إن لم يحدث هناك توازن فيما بينهما لن تكون هناك شخصية سوية الغدتين الكثريتين أيضا هي من ضمن العوامل البيولوجية التي نسعى من خلالها لتحقيق حالة التوازن الداخلي ويؤثر هرمونها بوجه خاص على الشخصية في حالة التعرض للضغوط والانفعالات نحن نتعرض إلى ضغوط وانفعالات في حياتنا كان في البيت في المدرسة في مؤسسات المجتمع في الجامعة فهذه فهذه الضغوط والانفعالات بتعرض إلى الفرد وبتأثر عليه فنشوف رضات الفعل الآن من خلال ذلك تقوم قشرة الغدة اللي هي القدتين القدريتين بإفراز هرمون اللي بساعد أو بساهم في عمليات تحليل البروتين والدهون والكربوهايدرات أما الجزء الداخلي من هذه الغدة فينتج هرمون الإدرانالين والإدرانالين بيقوم بدور هام في ظهور الاستجابة الانفعالية كالخوف أو الهروب من مواجهة المواقف المؤلمة أو المؤثرة يقبل الإدرانالين الآن لما أنا بتعرض إلى موقف يعني وجدت حيوان مفترس هاجم علي أنا أبقى أمامه بيفترسني شفت عدو عمله بتقدم نحوي آقف أمامه حيعتقلني فأنا أعمل الآن التصرف الذي أقوم فيه هو ناتج عن إفراز هرمون من الإدرانالين فهو بهيئ الظروف للإنسان داخليا للاستجابة لهذا الموقف إما بالخوف أو الهروب أو التجهيز لمواجهة أو مقافلة هذا الإنسان ونجد إن الإنسان إذا بقى كما هو لا يتأثر معنى ذلك إن الإدرانالين ما أفردش الهرمون اللازم في هذا الموقف في النوع الثاني النور الإدرانالين يساهم في ظهور أعراض استجابة الخوف أو الغضب كإحمرار الوجه لما الإنسان بتعرض إلى مواقف هذه المواقف تكون يعني محرجة للإنسان فنشوف وجهه إحمر نتيجة إفراز هذا الهرمون العوامل البيئية المؤثرة في بناء الشخصية أولا العوامل الاجتماعية العدات والتقاليد والقيم الاجتماعية تؤثر على شخصية الأفراد فنجد الإنسان الفلسطيني لنا عدات ولنا تقاليد ولنا ثقافة ولنا قيم دينية وقيم وطنية أينما ذهبنا داخل الوطن أو خارجه فنجد أثر هذه العوامل الاجتماعية في شخصية الإنسان العوامل الاجتماعية بإيجابياتها وسلبياتها تؤثر على بناء شخصية الفرد يجب في مكان في دولة ما ذهبت فأجد نفسي من خلال تفاعل الاجتماع مع الآخرين تظهر شخصية الفلسطينية وما يميز نحن في المجتمع الفلسطيني أن لدينا عادات وتقاليد وقيم اجتماعية راقية تؤدي إلى التضامن الاجتماعي تؤدي إلى المساند الاجتماعي فهذه ناتجة في بناء شخصياتنا ناتجة من عوامل اجتماعية اكتسبناها في البيت في المدرسة في المسجد وأنا هنا أؤكد على العوامل الاجتماعية الصحيحة لأن هناك بعض السلوكيات الاجتماعية الخاطئة هنا يجب أن نركز على العوامل الاجتماعية الإيجابية أيضا من العوامل البيئية المؤثرة في بناء الشخصية التفاعل الاجتماعي مع الآخرين وهذا ما يميزنا في المجتمع المسلم لدينا قيم أثناء تفاعلاتنا مع الآخرين نحن نتعاون مع بعضنا البعض نحن تظهر قيمة الإيثار خلال تفاعلنا مع بعضنا البعض هذا يؤدي إلى تفاعل الاجتماعي سوي مع الآخرين وله قيمة مجتمعية وقيمة إنسانية تعكس ذلك على بناء شخصية الإنسان يقب التفاعلات وهنا أركز على التفاعل داخل البيت بين الآباء والأمهات بين الآباء والأمهات والأبناء ويجب أن تبدأ عملية التفاعل الاجتماعي من هنا من البيت ثم رياض الأطفال ثم في المدارس ثم في النوادي ثم في المساجد هذا التفاعل يؤثر بطريقة إيجابية في بناء شخصية الإنسان أيضا التفاعل الاجتماعي من خلال علاقة الصداقة فيما بين الأفراد مع بعضهم البعض المرء على دين خليله كما قال رسول الله عليه وسلم فلا انظر أحدكم من يخالل وهذا دلالة على أن الصديق يؤثر على صديقه أيضا الخبرات التي يشترك فيها الفرد مع الآخرين نحن نشترك في خبرات عديدة مع الآخرين في البيت مع إخواتي في المدرسة مع زملاتي مع المعلمين وسائل الإعلام أيضا القادة بأثر بإعطاءنا خبرات تزيد في بناء الشخصية بالطريقة السليمة أيضا أسليب التنشئة الاجتماعية